لكن يا فارس أنا بس عايز أكدى عليك أن الهلال مجاش لا الهلال مجاش الهلال مجاش يا فارس اصحى يا فارس الهلال مجاش الهلال مجاش لأنه ورافد يقول أن النادي الأهلي كان على الأرض الملعب متواجد ومتواجد بمنطقة القوة وفكرة أن احنا نقول أصل الهلال كان قدام شيلسي قوي وكان قدام الزمالك من ثلاث سين قوي لكن بعد ثلاث أيام من مجرد شيلسي ما بقاش قوي يعني اللواء هنحلها هندور على أي مخرج الفوز اللي انت فستوه ده فستوه على الهلال اللي هو مش قوي الهلال كان قوي بس في المرتين قدام شيلسي قبل ثلاث أيام وقدام نادي الزمالك في البطولة السوبر المصري السعودي اللي كان نصف محترفين الهلال قاعدين برا يعني وممكن الهلال ما تعاملش بالجدية مع المباراة أو تعامل بالجدية في النهاية أنت أنا بتتكلم عن برونزية كأس العالم للأندية فأعتقد الأمور كانت واضحة الهلال كان جماهيره حزينة بشكل كبير جدا كل ردود الأفعال بعد المباراة كان الحديث عن فكرة أن احنا كنا محتاجين بعد الدعم اللي حصل بشكل كبير جدا وحتى يعني بعد حارس المرمى اللي هويس وسعود ولعيبة كتيرة جت في وقت اللي انتقلتش طوية عشان تحاول ما دلق ما حققتش ولكن احنا حابين نأكد انه للمجاج ده طبعا كانت فكرة الأستاذ عمر الدرديري اللي هو كتير جدا بيكون مقتنع أنه بيكون موضوعي وجيت نظره في كلامه اللي هو بيقوله لكن اعتقد الدرس اللي كان فارس شايفه أنه هتعلمه قبل وبراط منتريه وتعلمه بعد منتريه طلع ما تعلمه أنا أنت اختلاف معاك ما بتعرفش أنت تاخد كده تفكير بعض الجمهور الآخر في فكرة ايه هو بيقولك تشيلسي كان الهلال أقوى منه والزمالك كان أقوى فانت أقول إذن الأهل أقوى من تشيلسي وأقوى من محتر لا 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 القاعدة دي مشهورة على فكرة أنا عارف القاعدة دي لا ده طبعا كان تصريح الأستاذ عمر الدرديري وكان طبعا أو ضيف مع الكابتن سيف زاهر وتلاحظوا أننا لما تعاملنا مع الفقرة ما قلناش لكابتن سيف زاهر هو أنت ليه بتسأل الأستاذ عمر الدرديري عن بطولة كأس العالم للأندية المتعلقة بالنادي الأهلي ليه بتخلي الأستاذ عمر الدرديري يبص في ورقتنا ليه ما سألناش السؤال ده لأن أستاذ عمر الدرديري طول الفقرة دي ما بيبصش غير في ورقة النادي الأهلي بس ده أستاذ عمر الدرديري موضوع تاني بس سوا نفس الإطار بتحقق برونزية كأس العالم للأندية الطبيعة إيه كل البرامج الراديا تسحى الصبح كده مبروك للنادي الأهلي ممثل القرى المصرية بكأس العالم للأندية الحصول على مدالية برونزية ونشوف اللعيبة اللي أجادت ولعبت في الدور قبل النهائي اللي هو الطبيعي يعني ده الطبيعي لكن الطبيعي بقى اللي بيحصل مع الأهلي الفترة المؤخرة ممكن نشوفه لما نطلع نشوف الفيديو ده نوح لتفاصيل خاصة على سبيل الإعارة وطبعا أحداث كثيرة جدا بتكون بتحصل بالرغم أن لسه كمان المركاتو القادم بعيد شوية ولكن حسن من جنوب أفريقي بيتسون موسماني المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي مستقبل لويس ميكيسوني لعب الفريق وفقا لمصدر في الأهلي فإن بيتسون موسماني استقر على رحيل لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية وأضاف المصدر مسؤوله الأهلي بيستعده لتسويق اللعب خلال الفترة اللي جاية حتى يكون هناك إمكانية للتعاقد مع اللعب أجنبي آخر في نهاية الموسم ويظهر ميكيسوني بمستوى غير مقنع منذ انضمامه للنادي الأهلي رغم حصوله على العديد من الفرص تحت قيادة الجنوب الأفريقي بيتسون موسماني المدير الفني للنادي الأهلي يعني صفقة ميكيسوني كان من المعروف طبعا عنها أنها برؤية فنية من قبل بيتسون موسماني المدير الفني للنادي الأهلي وواضح كدا أنه لسه ما جابش المرضود بتاع الصفقة اللي كان متطلب منه على المستوى الفني فبالتالي المصادر بتقول أنه ممكن يكون فيه المركات والقادم خارج قايمة النادي الأهلي ويتم استغلال مكان خاص بلاعب محترف بلاعب تاني هيكون بيجي فيه مركات والصيف لسه بدري ولكن الوقت بيعدي وطبعا لجنة تقطيط لازم تكون ببص على كل الخطوات الخاصة بأي الصفقات من بدري طيب الله يبارك في حضرتك أفن ألف مبروك شكرا جدا ويعني عدتهناء الجميلة على البرونزية فإحنا شكريين جدا والله التهناء دي يعني كنا نتمنى نسمع حاجة تانية عن التهناء دي كالعادة ونسمع عن فكرة رحيل إيه دا وحضرتك ما بركتيش للنادي الأهلي على البرونزية ده فيديو طبعا في صباح قن بيتكلم بعد حصول نادي الأهلي على البرونزية عن فكرة لجنة التقطيط اللي المفترض يعني البعث لسه رجع بتفكر في ميكي سوني وخلاص ميكي سوني برة لها فيديو تانية نفس الزميلة بعد خمس أيام بتتكلم بقى إن الأهلي بيدرس لسه موضوع رحيل ميكي سوني يعني هي كان بتأكد في فيديو رحيل ميكي سوني بس بعد خمس أيام افتكرت لا ده هو مش تأكيد ده هو الموضوع دراسة بعد خمس أيام النهاردة السبت إن شاء الله ممكن نشوف في صباح الأربعة كده حاجة تانية عن فيديو ميكي سوني اللي هو بعد أمورات المقصة بس ده في حالة إيه إن شاء الله نادي الأهلي يفوز فنسحة الصبح كده نادي الأهلي يفوز على المقصة ونكمل مشوار الدوري بانتصارات فنقوم المبروك بتاعتنا هتكون إيه أصل لسه بيت سمو سيماني بيفكر في رحيل ميكي سوني ده الكلام اللي بيتقال والكلام المرصود بشكل واضح جدا ما بعد برونزية كأس العام الأندية والله يا سيماني أنا مش عايزك يعني تكون عندك نظرة سلبية للجميع في البعض تكلم كده بس البعض بص على نقاط إيجابية جدا في الأهلي بعد بطولة مهمة وحب يدي النادي لأهلي دفع للأمام تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب عن الإيجابيات اللي فيه نروح معاكم للجزئية اللي يمكن تكون بتضايق ناس كتير قوي ولكن ده واقع وده المعتدين عليه في كرة القدم والحقيقة لازم تقول كده إنه المدير الفني بييجي بعد الموسم أو في نهاية الموسم بيقدم تقرير بيقول فين هو طالب إن العيبة يطرح على عن الفريق أو ما تكملش مع الفريق الفترة القادمة ده بناء طبعا على مستوهم اللي قدموه أو نسبة المشاركة مع النادي علشان كده بيتسو مسماني قرر طبعا إنه هو يقدم تقرير فني للنادي الأهلي أو للجنة التخطيب بالنادي عن الرحلين عن الفريق في الموسم المقبل تمهيدا علشان يسوقوهم طبعا بعدما فضل عدم رحلهم في يناير الماضي مسماني طلب من الأهلي رحيل الرباعي مين بقى رمي ربيع محمود وحيد محمد محمود والحارس علي لطفي أيضا ده في الموسم المقبل شفتوا الإيجابيات شفتوا الإيجابيات يعني إيه ده الإيجابيات دي والله العظيم مستحيل يحصل كده في العالم يعني أنا عايز أقول لك حاجة فريق راجع عنده زي ما قلنا ضغط المباريات محتاج روتيشن علي لطفي ده اللي هو حييجي الشنوي لسه مصاب فحيقف ماتش مهم جدا في أفريقيا خارج الأرض وعندك رامي ربيعة ده اللي كان في كاس العامل أندية أحد أفضل اللاعبين في مباراة من المباراة اللي أربع كانوا مسافرين لها ده المباراة وعندك محمد محمود لعب مهم جدا هو محمود وحيد في الفترة الجاية في ظل الروتيشن تعال بقى مفيش فترة انتقالات مفيش أي مبرر اللي الكلام ده دلوقتي مفيش لعب حيمشي أصلا غير في فترة الانتقالات اللي جاية في الصف أربع لعبين مسلمين عايزهم يمشي طب إيه مبرر الكلام هي وجه الاستفادة أنا عارف طبعا مبرر الكلام وعارف وجه الاستفادة وعارف الميول اللي بتخرج من حتة تروح لحتة وهي نفس لابسة نفس التيشرت صح تيشرت أنا ماشيها التيشرت ماشي ده طبعا كده بقينا خمس لعبين في أسبوع هيرحلوا منهم أربع لعبين كان الفيديو ده قبل مباراة الأهلي والهلال بيوم متخيلين الدعم كان إزاي واصل للنادي الأهلي يعني على الصبح بأن البرنامج صباحي يعني ده هيخلينا نرجع لكلمة الكابتن محمول خطيب صحيح والكابتن محمول خطيب يعني نادرا لما بتلاقيه بينتقد بشكل أو بآخر في الإعلام ولكن الأمر الصعب ده وتكراره خلى الكابتن محمول خطيب يقول التصريح ده نطلع نشوف الفيديو ونرجع نعاق كسبنين أفريقيا تاني يوم ودي أنا شاء حاجة غريبة جدا يعني فبفتح وقعد يعني من جوية مبسوط طبعا فقعد فلقيت الرجل يعني اللي تكلم في البرنامج مش عايز أذكر ما قالش مبروك قال القايمة اللي مشيها المسلمان يا عمي بارك للناس عملتني مشكلة لإيه يعني إيه الهدف وده شايفه كتير الأيام دي للأسف يعني بعد مبارد الزمان يجب فات مبسطي يعني مبسطين طبعا يعني الحمد لله كسبنا تاني يوم برضو بفتح قال يعني صباح الخير أهم ما عندنا دلوقتي المشكلة لبين موسيماني وكهربا إيه دا؟ يعني مبروك للناس يعني هادي يعني نعم خدها في السكة لكن إيه ليه دا؟ أنا الحقيقة مش فيها خلاص فأنا مبسنا عشان الكلام بصراحة يعني أنا رأي الكابتن يا عم خدها في السكة يعني قول مبروك للناس دا كان إيه؟ وانت واخد بطولة أفريقيا طيب لما تقالي الكلام دا من كابتن محمود الخطيب بيقيمته في كرة القدر مصرية وتاريخها مع كابتن أحمد شبير ويقيمته في الإعلام في نفس القناة هل السلوك تغير؟ المشكلة ما زالت قائمة بتاخد برونزية كاسة عامل أندية ومش عارفين نقول مبروك في السكة مش عارفين نقول يا عم مبروك طب مبروك واللعيبة دي هترحل طب مبروك وفيه أزمة جوة النادي الأهلي لا احنا نصح الصبح صباح المشاكل للنادي الأهلي صباح اللعيبة اللي خلاص النادي الأهلي بيفكر في رحلة اللي هي هتكمل معنا الموسم في وقت فيه إصابات هل دا منطقي؟ هل دا معقول؟ يعني اتكلمنا عن قنوات أخرى وبرامج أخرى ويبكن كمان يعني كابتن محمد فاروق كان نفس الطيار اتكلم عن عالي لطفي وعن فكرة عالي لطفي وعدم قناعات الجهاز الفني بعالي لطفي في الوقت العالي لطفي هيشارك فيه أمام الهلال السوداني في السودان لكن عادي اعتدنا اعتدنا من البرنامج دا على كده مش عايزين نقول اعتدنا بقى كمان من برامج دي على كده لأنه لما كابتن حمول الخطيب يتكلم بعد نهاية أفراقيا وبعد الفوز بأفراقيا ويهي تقرر نفس الأمر بعد البرونزية فيه مشكلة هنا فيه مشكلة هنا وبتصل لجمهير النادل أهلي نتمنى علاج هذه المشكلة ونتمنى يبقى يتقال للنادل أهلي في السكة مبروك